مرحبا يعطيكم العافية نحن اليوم 12 نيسان نهار الجمعة حبيت اعمل نظرة سريعة عن الوضع يلي رح تمرق فيه دول الامارات للمرة الثالثة ضمن عاصفة قوية وحالة من الامطار الطفنية والمصحوبة بالبرد والصواعق متل ما شفناها المرة الماضية ويمكن تكون شوي اقوى واعنف ببعض الامارات خلونا نشوف دغري على الخريطة اكيد معكم ابو نخنيسر عم يعطيكم كل المستجدات برقلي معكم دايما خلونا نتقل الى الخريطة ونشوف الضغط الجو المنقفض يلي رح بيسيطر على جنوب السعودية بايم 998 اكتو باسكال هذا الامر رح بيخلي الرياح الشمالية تتوجه من المناطق الشمالية من بحر قزوين باردي نحو جنوب المملكة السعودية وبقابلة رياح جنوبية حارة رطبة طالعة من بحر العرب لتصطدم بالرياح الشمالية الباردي رح بيتشكل عنا حالة جوية من الدرجة العالية عاصفة قوية رح تحمل مع نسبة صواعق بتوصال بين ال95 والمئة وخمسة بالمئة الامطار غزيرة رح بتقريبا نشوفها ببعض المناطق رح تتخطى المية وعشرين مليمتر خلال 30 ساعة هذا الامر يلي بيخلينا نشوف الفيضانات والسيول والارتفاع ارتفاع منسوب المي على الطرقات إن كان بدباي أو بأبوضبي أو بالفجيرة أو بخرفكان أو بالعين درجات الحرارة رح تصال فوق فوق الامارات خاصة فوق العين على ارتفاع الاربع تلاف متر تقريبا رح تصال ناقص اثنين أو ناقص ثلاثة لسبب رح منشوف حجارة البرد رح تنزل على هالمناطق أما على الخمسة تلاف متر متل ما عم تشوفوا قدامكم رح توصال بين تسعة وعشرة تحت السفر إذن البرد مثل ما عم نشوفوا هلأ قدامنا على الرادار باللون الأحمر رح يخترق دول الامارات وممكن يسبب أضرار بين دباي بين أبوضبي وبين العين والفجيرة هيدا نظرة أولى عن الوضع يلي رح تجي على هالمناطق أكيد نهار الأحد من أكد أكتر بتكون صارت الخرايط دقيقة أكتر لأنه ممكن البرد يغير تمركزه بحسب الغيم كيف عم بيتنقل وبين عم بيكون الغيم الركاني متمركز أمطار غزيرة صواعق بنسبة 100% تقريبا سيول فيضانات وحجارة بردية على دول الإمارات للمرة الثلاثة على التوالي باريخ نايسر إليخ نايسر معكم بكل شي جديد يعطيكم العافية ورح رفقكم أكيد بأي مستجدات تصلنا عبر الرادارات والأقمار الصناعية تحية لكم